اشتراك مع اشتراك مع من النوع الممطر وهي مصاحبة لجبهة هوائية باردة تقترب من المنطقة من المملكة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز حاليا جنوب جزيرة قبرص وبالتالي فان الاماكن التي سيحدث فيها قطول الامطار هي تقريبا وباذن الله معظم مناطق المملكة بدأ سقوط الامطار في المناطق الشمالية ثم يمتد تدريجيا ليشمل كافة مناطق المملكة الجنوبية والوسطى وبعض المناطق الشرقية وتكون الامطار غزيرة احيانا ومصحوبة بالبرق والبرد والرعد وليلة الاحد على الاثنين يمكن ان تسبب سقوط بعض الثلوج على المرتفعات الجنوبية ليلة الاحد على الاثنين وصباح يوم الاثنين وباذن الله بتكون الامطار غزيرة احيانا تؤدي الى ارتفاع منسوب المياه وحدوث بعض السيول والفيضانات خاصة في المناطق المنخفضة من المملكة يوم الثلاثة تبقى فرصة سقوط الامطار لكن بتكون الامطار بشكل اخف وبشكل متقطع بعد ظهر يوم الثلاثة تخف الامطار وتضعف تدريجيا ويوم الاربعاء ان شاء الله استقرار على الاجواء وارتفاع على درجة الحرارة الاحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة اجواء باردة وغائمة وماطرة وانخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة الامطار بتكون مصحوبة بالبرق والرعد والبرد عواصف رعدية العظمى الصغرى المتوقعة سبع درجات مئوية بينما الصغرى الملموسة هي اثنين درجة مئوية احوال الجوية المتوقعة لثلاثة ايام القادمة يوم الاحد انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة تكون درجات الحرارة اقل من معدلها ما بين 8 الى 9 درجات مئوية اجواء باردة غائمة وماطرة الامطار بتكون على شكل زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد احيانا وايضا تشتد سرعة الرياح الرياح بتكون مثيرة للغبار والاتري بخاصة في المناطق الجنوبية من المملكة العظمى المتوقعة 9 درجات والاجواء يوم الاحد ليلا باردة وغائمة وزخات رعدية من المطر والصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية يوم الاثنين ايضا اجواء باردة وغائمة وماطرة على فترات بتكون زخات رعدية من المطر احيانا العظمى المتوقعة بحدود 12-11-12 درجة مئوية والاجواء يوم الاثنين باردة وغائمة جزئيا وتبقى فرصة سقوط الامطار واردة ايضا والحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية يوم الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها قل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة في فترة الصباح في فرصة لسقوط امطار خفيفة تخف شدة هطول امطار عما كانت عليه يوم الاثنين والأحد ويتكون الاجواء باردة غائمة جزئيا معطرة الامطار خفيفة احيانا العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 12-13 درجة مئوية لكن بعد ظهر يوم الثلاثاء والمساء بيكون هناك استقرار على الأجواء ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن الأجواء بتكون باردة يوم الثلاثاء ليلا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 6 درجات مئوية لكن اعتبارا يوم الأربعة وبإذن الله يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح الأيام التي تلي وذلك بإذن الله ملخص الأحوال الجوية المتوقعة اليوم بداية تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة الرطبة المصاحبة له هذا المنخفض زي ما حكينا يتمركز حاليا جنوب جزيرة قبرص والجبهة الباردة سيبدأ تأثيرها بعد ظهر هذا اليوم وفي المساء بإذن الله وبالتالي فمن المتوقع أن يكون هناك أمطار غزيرة وبرد أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وإلى حدوث السيول في الأماكن المنخفضة أيضا هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة وبتكون الأجواء باردة خلال الثلاثة أيام القادمة بعض التنبيهات أرجو اتخاذها بعين الاعتبار والتوصيات أول نرجو من الجميع الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح وإثارة الغبار والأتربة في البداية خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ثم بعد ذلك تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب سقوط زخات رعدية من المطر وبسبب الهطول ينتج عنها قيوم ملامسة لسطح الأرض وضباب هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الجبلية والسهول أيضا نحذر من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق في معظم مناطق المملكة خاصة المناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار أيضا نحذر من التغير الكبير في درجات الحرارة حيث أنه كانت اليوم السبت وعن بارح الجمعة ويوم الخميس تقريبا نسبيا دافئة لكن يوم الأحد والإثنين وحتى الثلاثة هناك انخفاض كبير على درجات الحرارة لكن بعد الثلاثة وبإذن الله سيطرأ ارتفاع تدريجي وكبير وملموس على درجات الحرارة أعزائي المشاهدين لكم تحية ونتمنى لجميع السلامة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة